ازدادت ظاهرة الانتحار والعنف الأسري في العراق بشكل عام وكاركوب على وجه الخصوص هذه الظاهرة تأتي بسبب مشاكل في ثلاث محاور اقتصادية اجتماعية وصحية وازدادت بالنصف الأخير من العام المنصر في كاركوب وخصوصا بين الشباب انتشار ظاهرة الانتحار بشكل مرحوظ في المحافظة حيث الاحصائر الموجودة لدينا خلال النصف الأول من هذا العام ما يقارب خمسين حالة وشهر السابع ثامن تاسع تقريبا ستعاش حالة وفي الشهر العاشر فقط سبع حالة وهذه هي النسبة مقلقة طبعا للمجتمع وتحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للحد من هذه الظاهرة لأن هذه الظاهرة لها أسباب متعددة فممكن أن نجبع هذه الأسباب في ثلاث محاور ممكن أن تكون اجتماعية وممكن أن تكون اقتصادية وممكن أن تكون صحية الشرطة المجتمعية في كاركوب والتي اعتبرت هذه الظاهرة ظاهرة سلبية في المجتمع ودور الشرطة المجتمعية دور معالج من خلال دورات تثقيفية دور الشرطة المجتمعية هو دور استباقي وقائي دور معالجة دور الشرطة المجتمعية بنشر الوعي والثقافة المجتمعية والصحية والثقافة الدينية أنه تعتبر هذه احتضاؤها للمحرمة دينيا وشرعا وقانونا تعتبر في المجتمعات وهذه الظاهرة تؤدي إلى انهيار المجتمعات تؤثر في نفوس المجتمع كون هذه الظاهرة يجب معالجتها من قبل الثوعي والتثقيف وعملات الميدانية من قبل وتكاتف الجهود من قبل الجهات المعنية والأجهزة الأمنية وكل جهاز رقابي وجهاز أمني وجهاز صحي ورجال الدين والتضافر الجهود في معالجة مثل هذه الظواهر البيت الثقافي وبعد الاطلاع على ظاهرة الانتحار والحنف الأسري والأرقام المسجلة في حالات الانتحار حقد ندوة حوارية وتثقيفية بناء على الأرقام المتداولة والأرقام التي حصلنا عليها من خلال مكتب بنظمة حقوق الإنسان في كاركوك ارتعينا في البيت الثقافي أن قيمة ندوة حوارية لتوعية المواطنين وتوعية كادرنا الثقافي والبيئة الثقافية في كاركوك انتجاه هذه الظاهرة الانتحار وظاهرة العنف الأسري بدأت ظاهرة العنف الأسري تتطور أو تكثر خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة المجموعة من الأسباب قد يكون الأسباب هذه الأسباب الاقتصادية أو الفقر المطق الذي يعاني به بعض الشرائح المجتمع وكذلك عدم الوعي أو عدم وجود رادع أو وعز ديني أو ثقافي أو اجتماعي هذه الظاهرة أصبح الظاهرة خطيرة على المجتمع وخصوصا بين الشباب من خارجي الكليات والمعاهد ووصولهم لحالات اليأس وحرمانهم من التأيناف مما يدفع فئة منهم إلى الانتحار والعنف الأسري تجاه عوائلهم ترجمة نانسي قنقر